موسيقى سيادة والسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض بلد حلقة الليلة نناقش فيها في محورين الأول ما بعد إعلان أول حالة وفاة بكورونا وفي الثاني الأثار الاقتصادية والصحية لكورونا في الأول رحم الله أم من انتقلت لوجه ربها راضية مرضية كورونا يسبب أول حالة وفاة في المملكة وهذا ما كنا نخشاه كنا نخشاه في البداية تسجيل أول إصابة واليوم وبعدها خشين تسجيل أول حالة وفاة وهذا ما سجلنا فرحمة الله عليها حفظ الله الراقدين على أسرة شفاء جميعا وعادهم لأهلهم سالمين معافين حقيقة يعني بدي أرحب الليلة بيأل أستاذ دكتور ذي العيدات الناطق الإعلامي باسم لجنة الأوبية الوطنية أهلا بكتور مهلا وإحنا اليوم عم بنسجل أول وفاة وهي امرأة ثمانينية كبيرة العمر وعندنا ثلاث حالات حارجة بحسب ما أعلن أعلن الحكومة قبل قليل أول إيش شو وضع الحالات الحارجة وشو السبب الطبي لوفاة السيدة رحمة الله عليها لنبدأ بالسيدة التي توفت رحمة الله عليها هي سيدة كتب لغ من العمر 82 سنة كانت موجودة في أحد المستشفيات الخاصة في مدينة عمان وقام الأطباء هناك لسبب معين ربما ظهر بعض التغييرات في صورة الأشعة لديها فقاموا بفحصها للفيروس كوفيد-19 وبالفعل كانت النتيجة إيجابية تم تأكد أيضا مرة أخرى أن الفحص إيجابي في مستشفى الأمير حمزة الحالة بعد تحولها أو تحويلها إلى مستشفى الأمير حمزة في اليومين كانت في وضع مقبول لكن بعد ذلك حالة الصحية أظهرت تدهور وهو عبارة عن التهابات رئوية شديدة وأدى إلى قصور الجهاز التنفسي أي أن نسبة الأكسجين كانت قليلة جدا ولا تستطيع لوحدها تأمين القدر الكافي من الأكسجين بالدم بدون مساعدة الجهاز التنفسي الاصطناعي إذن هو أدى ذلك إلى قصور جهاز التنفسي الاصطناعي ووضح على الجهاز التنفس وبالتالي عندما يكون المريض يعانم التهابات رئوية شديدة ويحتاج إلى تنفسي الاصطناعي يعني يكون هناك يعني الوضع يسمى حرج وأي شيء ممكن أن يحدث لكن السيدة كمان كانت تعاني من ما يسمى بتسمم الدم أي تكاثر البكتيريا في الدم والذي يؤدي إلى بعض الاضطراب في باقي أجهزة الجسم نتيجة التهاب في المجارب البولية عندها يسر فربما يعني نستطيع أن نقول السبب الاصلي في حالته هو الالتهاب البكتيري الشديد في الدم ولا نعلم أيهما كان أكبر سببا في الوفاة لديها يعني كان مشكلتين في الجهاز البولي وكذلك في الرئتين التهاب شديد في الرئتين نعم أعتقد يعني هذا ليس مفاجئا أن يسبب هذا الفيروس التهابات شديدة في الرئة ويؤدي إلى قصور التنفس والوفاة هذا هو السيناريو الأسوأ عادة في مثل التهابات الناتجة عن هذا الفيروس طيب تسمحني عشان نظن في هذه الحالة بدي أرحب مباشرة عبر سكايب بالدكتور عدنان عباس استشاري الطب الشرعي ومدير مدرية المركز الوطني للطب الشرعي في وزارة الصحة مساء الخير دكتور عدنان مساء الورد يا سيدي حياك الله دكتور عدنان يعني يوم أمس كان لك تصريحات أو فجر اليوم في خصوص حالة الوفاة بكورونا وآلية التعامل مع الوفيات في هذه المرض ويبدو أنها فهمت خطأا بدنا تشرح لنا أكثر كيف نتعاطى مع لا سمح الله مع وفيات في هذا المرض كيف يتعاطى العالم كيف نتعامل نحن سيدي مساء الخير إليك ولدكتور نذير ولكل مشاهدين قناة رؤية مساء النوريس حقيقة إحنا بالطب الشرعي منذ ثلاث أسابيع أو أكثر بدأنا بمراجعة البروتوكولات العالمية في التعامل مع حالات الوفيات بالكورونا اللي هي بسميها Precautions for handling the body في الحالات الكورونا وبدأنا نقرأ ونشاهد ماذا يجري في الصين وماذا يجري في إيطاليا وكان يجب علينا أن نحاول أن نوفق ما بين البروتوكولات العالمية وما بين ديننا الحنيف الإسلامي وما بين أخذ الاحتياطات والتعامل في هذا الموضوع وأكثر من مرة أنا زرت وزارة الصحة واجتمعنا مع المعامل الوزير دكتور سعد جابر وقلنا إحنا مستعدين لهذا الموضوع الكل يعرف أنه إحنا لما قلنا أنه ما هو ما قتب في منظمة الصحة العالمية وما قتب في كثير من الدول أن يقومون بحرق هذه الجثامين ولكن إحنا هذا الموضوع عندنا مش موجود وموضوع عندنا هذا لا يصير فنسقط مع الإخوان في أمانة عمان الكبرى حيث قمنا بحجز منطقة خاصة في مقبرة سحاب وقمنا بإنشاء قبور خاصة هي قبور إسلامية تماما من حيث القياسات والعمق حوالي أكثر من 2 متر ولكن عملناها بشكل اسمنتي كامل ومن اللحظة الأولى لما درينا أن هذه الست توفى نقلناها إلى المركز الوطني للطب الشرعي وقمنا بأخذ ما يسمى بالبي بي آي الاحتياطات اللازمة للكادر الطبي في التعامل مع هذه الحالة مطبقين شرائع ديننا الحنيف الإسلامي وكذلك تعليمات الأوقاف وتعليمات دائرة الإفتاء فحقيقة كلمة حرق هي فهمة خطأ لم يجري لدينا واليوم نقول الله يطول عمار كل الناس ولكن يجب أن نكون مستعدين من اللحظات الأولى لوفاة هذه السيدة استعدين وقمت أنا والفريق الطبي الموجود بأخذ الاحتياطات اللازمة قمنا بلق الجثمان بعد وضعي بكيس إخلاء وقام اثنين من أبنائها بمشاهدتها والصلاة عليها وكفنت إسلاميا ولبسناهم كل الاحتياطات اللازمة وكل الملابس الخاصة في ذلك وذهبنا إلى مقبرة سحاب ومشكورين الأخوة بالأمانة يعني يذكروا المهندس لعموش والدكتورة مرفت قاموا بتجهيز هذه الأماكن كلياتها فنحن وفقنا ما بين ما يجري عالميا وما بين ديننا الإسلامي وعاداتنا وتقاليدنا فما ذكر عن كلمة اكريميشن أو حرق هي لم تطبق لدينا ولن تطبق بأي حالة من الأخوال بالعكس الإنسان مكرم بالطب الشرعي إذا كان بحالة وفاته وحالة موته وإحنا دائماً نأخذ الاحتياطات في التعامل مع حالات الكورونا للكاذر الطبي للكاذر الطبي المتعامل مع الحالة والرلاتف لأهل اللي بتعاملوا مع الحالة والحمد لله تمت الأمور بنجاح بما يخص موضوع الدفن وكرامة الميت ضمن شروط طبية قد أقول عنها أنها صار ما كانت ولكن هذا اللي كان لازم يصير والحمد لله تم دكتور عدنان لم يتم تخسيل المريضة أم تم تخسيلها هذا السؤال كان مطروح اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي يا سيدي يا سيدي كلمة تغسيل جثمان خلينا أقول بالشرع الإسلامي في ثلاث خطوات إلها وهذا مكتوب دارة الإفتاء وكان يجب أن يؤخد دارة إفتاء إما تغسيل كامل أو رش الماء أو التيمم في كل الأحوال هذا الموضوع تم يا سيدي تم إسلاميا تم بدليل أنه عندما وضع الجثمان داخل كيس الإخلاء وضعنا أيضا الكفن الإسلامي يعني كل الإجراءات تمت يعني لم يتم تغسيل كامل ولم يتم أيضا أنه قمنا بإجراء بإجراء ديني يتوافق مع الحالة نعم بدي أشكر أكتور عدن جزيل الشكر على الإضاحات التي وضحتها وطلعتم ونشكر متابعتكم نشكر حرصكم وبوضوح تمت متابعة جميع الحالات العالمية كيف التعضو العالم على هذه الحالة تم الاختيار الأفضل بما يتناسب مع عاداتنا تقاليدنا وديننا فشكرا نجزين لك دكتور عدنان على هذه الإضاحات كل الشكر إليك سيدي وشكرا على الاتضاح وإن شاء الله أنه ما بيصير عندنا أي حالة تانية ولكن إحنا مستعدين ويجب أن نكون مستعدين ونصمح الله أنه ما يصير ولكن إحنا على استعداد تام للتعامل مع حالات أي وفيات كورونا على أرض المملكة الأردنية الهاشمية أشكر أكل الشكر دكتور عدنان عن باس كنت معنا مباشرة عبر سكايب وأنا دكتور نذير وهي بتعرف اليوم صار لغط وكأن الحديث واضح أن العالم يتعامل مع هذه الحالات بالحرق نحن نتعامل معه وفق ضوابط محددة وضوابط تتناسب والتعامل مع هذا الوباء من على الانتشاره صحيح بدي أسمع تعقيبك هذا الموضوع قبل ما أسمع شو وضع الثلاث حالات الحرج طبعاً اللجنة الوطنية لمكافحة الأوباء ناقشت هذا منذ عدة أسابيع وتم الطلب من دكتور عدنان وفريق خاص لوضع تصوراتهم وتم أخذ رأي مديرية الإفتاء وكان الهدف هو تحقيق جانبين أولاً مراعاة ضبط العدوى وهذا مهم لأن نريد أيضاً أن يكون هناك أخطاء ونسبب عدوى لأي شخص سواء كان من أهله أو من غير من خارج العائلة وكذلك الجانب الآخر تحقيق شروط الدينية بما يتوافق مع الشرع الإسلامي ويعني أيضاً الدين المسيحي لا سمح الله إذا كان في حالات أخرى فتم التأكد من أنه نلبي هذول الشرطين وزي ما اسمعنا الدكتور عدنان هم أيضاً حاولوا ذلك وباستشارة الإفتاء في المنطقة جميل طيب ثلاث حالات حارجة شو وضعهم؟ أول شيء الحالات الحارجة يعني هم اثنين عمارهم فوق الثمانين الثالث يعني يعتبر قل حوالي ستين سنة الحالات للأسف هم على أجهزة تنفس طناعي حالتين الحالة الثالثة أيضاً تنفس طناعي لكن تنفس طناعي غير نافذ يعني لا يتم هناك أنببة رغامية يكون هناك تنفس طناعي باستعمال كمامة ضاغطة على الوجه دون أن يكون هناك أنبوب رغامي داخل القناة الرغامية فهذا يعني نوع من التنفس الأقل الأقل يعني أقل انفيسيو أقل لا يدخل لا ينفذ من خلال النبوب الرغامي فقط باستعمال الكمامة يعني يعتبر بصراحة حالات حارجة إن شاء الله نتمنى لهم أن يتشافوا بسرعة ولا أخفيك أنه أيضاً يعالجوا بالمضادات الحيوية بالإضافة للأدوية الأخرى التي تعطى لباقي المرضى كون هناك يعني انطباع أنه في مثل هذه الحالات يمكن أن يكون التهابات بكتيرية وبالتالي لابد من أخذ ذلك بعين الاعتبار تجرى ما يسمى بعض البيو ماركرز أو العلامات الحيوية الخاصة التي تبين التهابات البكتيرية من التهابات الفيروسية وهذا يعني نوع من الفحوصات المتقدم وأصبح متوفر في هذه المستشفيات لمعرفة في أي وقت يتم إعطاء المضادات الحيوي بالإضافة للأدوية الأخرى التي تعطى لهذا العلاج كفيروس وكباقي المرضى الآخرين نعم الثلاث حالات الموجودين في حمزة أو لا في؟ واحد في الملك المؤسس هو اثنين في مستشفى الأمير حمزة والثلاثة على أجهزة التنفس الاصطناعي واحد واحد اثنين ونص يعني اثنين على أجهزة كامل الثالث الثالث أقل غير نافت بدي أجي لمحور آخر أيضا في ذات الإطار واليوم تعني الحكومة أنه الأثنين صباحا سيتم إخراج المحجور عليهم اللي إحنا حجرنا عليهم لما يجوا بالطيارات صحيح واليوم لسه عم بيطلع عنا حالات من الحجر وهذول ممكن يكونوا خالطوا وإحنا يعني معناش عين رقيب دائم على كل الفنادق ولأنا غلطان يعني لنبدأ من راصل لماذا تم الحجر عليهم لأنه في احتمال أن يكون بينهم مصابون في في مدة أو في فترة الحضانة تم حجرهم في الفنادق وكان يعني كنا نتأمل طبعا أنه كان الحجر كما يجب لكن لابد من بعض يعني التجاوزات ونحن يعني نعلم ذلك ويعني المسؤولين الفرق الطبية عملت جهدها لكي يكون الحجر يعني كامل كامل وتطبيقك كامل ودون أي اختراقات لكن ومع ذلك تم تسجيل حالات إذن ليس بسبب عدم تطبيق الحجر كامل لكن بسبب أنهم أصلا كانوا في فترة الحضانة إذن أثناء هذه الفترة تم يعني تشخيص حالات يمكن يعني أقل من عشر حالات هذا يعني أنه يعني الشخص باقي الأشخاص كيف وضعهم لا نعرف مئة بالمئة يعني هناك احتمال أن يكون هذول العشر حالات العشر إصابات قد اختلطوا مع الآخرين وهناك احتمال من الناس اليوم الاثنين قد يكونوا في فترة الحضانة إذن ماذا علينا أن نعمل اللجنة الوطنية اليوم ودرست هذا الموضوع وناقشته وتوصلت إلى ما يلي هذا اليوم طلعنا فيه نعم اليوم مبحث يبحث منذ لاحظة منذ أكيد طبعا دائما بس اليوم سوى توصيات اليوم اليوم توصيات أولا يجب التركيز على الجزء الثاني من الحجر كنا مدة 14 يوم في الحجر في الفنادق أصبحنا في مرحلة ثانية ولا تقل أهمية عن الحجر في الفنادق وهي الحجر في المنزل لأنه يعني علينا أن نضع احتمالا أن الشخص الذي يخرج يوم الاثنين قد يكون قد تعرض لإصابة يوم الأحد فلابد من أن يقضي 14 يوم آخر في البيت وهذا يعني يتم الطلب من الشخص قبل خروج من الحجر من الفندق أن يطبق الحجر في البيت بكل بشكل كامل ودون أي تقصير لأنه يكون في مع أهله مع أسرته مع الناس الثانيين أتمنى يعني من جانب المحجور عليهم عندما يخرج أن يتقيدوا بالتعليمات وستعطى لهم تعليمات وهناك يعني أيضا تعهد يقوموا بالتوقيع عليه ويعني نحن نعتمد على وعي هؤلاء الناس أكثر حتى من التعهد وأيضا لابد من تذكير أهل الأهل أيضا في المنزل وكذلك الأصدقاء والمعارف بأن هذا الشخص ما زال في الحجر لمدة أسبوعين آخرين نتمنى من الجميع أن يلتزم هو شخصيا وأهله وصدقائه من خارج المنزل تور عزل 14 يوم في البيت بمعنى 14 يوم عزل في غرفة منعزلة ما يقعدش مع أهله ما يقعدش مع الناس ما يشوف حدا نعم ينعزل في غرفة خاصة إذا تسنى ذلك ويعني إذا لم يتسنى ذلك لسبب أو لآخر أن يكون بعيدا لمسافة معينة كما نعرف في مترين أصبحت معروفة هذه المسافة ويعني الاستزام بغسل اليدين بالماء والصابون والمطهرات ويعني حتى أكل يكون لوحده في منطقة بعيدة عن الثانين وهكذا يعني ما كان يجب أن يطبقه في داخل الفندق عليه الاستمرار قد الإمكان في المنزل وفي لا سنح الله إذا شعر بوجود ارتفاع في الحرارة سداع ألم في الحلق أو ضيق بالتنفس سعال إلى آخره ضرورة يعني ستعطى لهم أرقام تليفونات خاصة ليقوموا بالاتصال بهذه الأرقام ليعب أول إشي دكتور أول أهم إشي عنا دائما الحرارة لازم يعني صحيح الحرارة هي عرض شائع في هذه الحالة لكن هناك لا شك أنه في بعض الحالات قد لا تكون حرارة موجودة من البداية ربما تأتي متأخرة ولا ننتظر حتى دائما يكون هناك ارتفاع في درجة الحرارة أيضا يعني جدا لأنه يعتبروا في وضع مختلف عن الناس الآخرين يعني لو ما كانوا لم يخالطوا ولم يأتوا من دول أخرى هم أصبحوا في وضع مختلف أي من هذه الأعراض إذا كانت يعني أعراض جادة وموجودة لا بد من الاتصال بهذه الأرقام ويمكن لهم أن يطلبوا كذلك إجراء فحص مخبري لهم يعني لا بد من أخذ الموضوع بجدية منهم ومن أهلهم ومن كل من يعرفهم التوصيل أولى الحجر التوصيل الثاني التوصيل الثاني كان هناك حكي عن لماذا لا يجري فحص مخبري لهم قبل خروج الفحص المخبري لن يحل المشكلة هو سيحدد إذا ما كان هناك الأشخاص مصابين فقط اليوم لكن يمكن أن يكون هناك ما زالوا في الحضانة من من عدوى يعني تلقوها أثناء وجودهم بالحجر لذلك يعني الأهم التركيز على الحجر مرة أخرى والتركيز على العراض وسيتم فحصهم سريريا قبل خروج أي واحد كل واحد منهم قبل خروجه سيتم قياس درجة الحرارة والتعرف على صحاتي بشكل عام طبعا روحهم ببساط ولا من روحهم بسياراتهم سيتم يعني بما يتعلق في البحر الميت ببساط لكن سيتم المحافظة على مسافات بعيدة بينهم وسيكون يعني يستعملوا الكمامات بطريقة معينة وهذا يعني أنت تعرف أنه نتكلم عن أعداد كبيرة وليس سهلا أن يعني كل واحد روحه بسيارة خاصة صحيح طيب اليوم نحن الاثنين نروح المحجور عليهم ونفتح البنوك لهم علاقة ببعض نستنى نأخرهم يوم يعني هناك الاثنين دخلوا بالليل ممكن حجر ممكن نستنى الحجر أنت تعرف سيخرج من الفندق إلى البيت لن يكون هذا الشخص لن يذهب إلى الأسواق لن يذهب إلى البنوك يعني من يعني أرى يعني لا يوجد مانع أن يكون الطرفان أن يتم إخراجهم يوم الاثنين لأنه أعتقد أنه هذه الفئة التي ستخرج إلى البيوت لن يكون بإمكانهم وكما قلنا سابقا قبل قليل أنه هم ما زالوا في حجر لكن موضوع البنوك أعتقد أنه الدولة أو الحكومة هي قامت بدراسة هذا الموضوع عندكم توصيات كان في هذا الإطار موضوع فتح البنوك بالذات كانت توصي بشكل عام يعني اللجنة لا تريد بشكل أو بآخر الاقتضاء والإزلحام وبقية يعني تبقى للمسؤولين والوزراء المعنيين التفكير في تحقيق هدفين التخفيف عن الناس وأن يقوموا بيعني شراء والقيام بأعمالهم ببنوك وغيرها وبنفس الوقت عدم المحافظة على التباعد الاجتماعي بأن لا يكون هناك ازدحامات طيب الحظر الشامل مكملين الحظر الشامل يعني الوضع الحالي حنظرنا ماشينا عليه وكيف أعتقد اليوم سجلت هدف عشر حالي يعني الحالات ما زالت بالأرقام اللي تحت السيطرة لكن أعتقد أنه الوضع سيمتد لن يعني اليوم سجلنا الخفاض لكن لا نعرف كيف ستكون الأمور في الأيام القادمة ما أريد أن يعني أن أقول بأن أمامنا أيام أخرى علينا أن نقوم بعمل فحوصات مخبري لأكبر عدد من الأردين في عمان وفي إربد وفي باقي المحافظات يعني لا يجب علينا أيضا أن ننسى باقي المحافظات مع أنه يعني يتم إجراء فحوصات لكن هذه الفحوصات ربما يلزمنا زيادة هذه الفحوصات المخبرية ويعني أعتقد أنه زيادة الفحوصات المخبرية هي الفيصل في القدرة على السيطرة على هذا المرض لو لا الفحوصات المخبرية لن نعرف هذا الشخص مصاب أو غير مصاب لن نستطيع عزل هؤلاء الأشخاص وإبعادهم عن الآخرين وهذه يعني الفحوصات هي عامل مهم وكبير في السيطرة على الوباء وفي التقليل من انتشار المرض أعتقد الأيام القادمة يجب أن نركز على الفحوصات أكثر نركز على تتبع الحالات في مناطق في عمان وفي إربد أي ما زالت إربد يعني سجل فيها خمس حالات يجب علينا أن لا نقلل من أهمية أنه ما زال يسجل خمس حالات علينا أن ننتظر أسبوعين آخرين لنرى كيف سيكون منحنى العدد في الحالات نبقى على حالنا كمان أسبوعين هاي التوصيل اللي عندكم وصيته للحكومة إن الحكومة ينفروط الدروس بكرة بعده بحد أقصى لأن الثلاثة يكون خلاصة يعني بعد معنا وقت يتخذ القرار أو التوصيل المناسب للأسبوعين القادمين لكن من الواضح أنه سيتم التمديد لمدة أسبوعين نحن أقرب للتمديد لأسبوعين آخرين على نفس الحالة تحديدا المدارس والجامعات على أقل المدارس والجامعات ربما ستطول أكثر تطول أكثر من أسبوعين بعتقد ذلك نعم طيب دكتور عمدي أشكر زياري الشكر بكل الأمانة وبكل صراحة وأشكر صراحتك الدائمة ونشكر لجنة الأوبيع الحقيقة اللي عم تكون أول بأول متابعة على كل التفاصيل وعم بتقدم التوصيات المناسبة في الوقت المناسب إن شاء الله الله بيقدركم ومنضمنا على تواصل دائم وتشارفنا دائما بحضورك عم تتكرر كثير حضورك عندنا لكن هذا الحضور المطلوب وهذه الرسائل المطلوبة لكل أردني اليوم شكرا لك دكتور شرفتني بحضورك شكرا إلى كل الفريق ولأنتم أيضا تقوموا بجهد كبير شكرا لك دكتور ندير مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نبدأ حوارنا مع الأسطة أبو غزالة وحديث حول الصحة والاقتصاد والعالم وكورونا فاصل ومن ثم نواصل بالقومة اشتركوا في القناة